تتواصل عجلة دورية الأبطال في الملاعب الأوروبية صهرة الثلاثاء وتتواصل معها الإثارة والحماس المتعة ستكون بملعب أرماندو ديغو مارادونا والإثارة بملعب سطنفورد بريج الندية والثأر العنوان الأبرز في معركة كسر العظام حامل اللقب ريال مادريد ينزل ضيفا ثقيل على تشيلسي بالعاصمة البريطانية لندن في موقعات الإياب تعقدت مأمورية أصحاب الأرض بالخسارة في لقاء الذهاب بثنائية نظيفة وتعقدت أكثر بعد الهزيمة في الدور المحلي أمام بريطان كل المؤشرات تحي بأن البلوز ليس في أحسن أحواله والريال في طريق مفتوح نحو بلوغ المربع الذهبي تشيلسي تأزمت وضعيته بعد إقالة المدرب جراهام بوتر وتعيين فرانك رومبارد مؤقتا فهو في رحلة البحث عن مدرب في طريق رابطة الأبطال لقيادة سفينته إلى بر الأمان قمة أخرى تجمع الإخوة الأعداء ديربي إيطالي بنكهة أوروبية نابولي بعدما تقلصت حضوظه بقيت آماله في فوز مثير على ميلان الذي فاز عليه في الكالتشو وفي ذهاب ربع نهاء رابطة الأبطال فأضحى على بعد خطوة من المربع الذهبي ومواصلة المشوار مهمة البرتينوبي صعبة لكنها غير مستحيلة فهو قادر على قلب الطاولة على الرسونيري وجعل المستحيل ممكنا فالخروج من دوري الأبطال طعم لا يقوى على مرارته أصحاب الطموح في مواصلة المغامرة أو بالأحرى من ذاق طعم التتويجات بذات لذنين